حطيت المنبع على أساس أقوم الليل لأني أريد أدعو الله عز وجل بدعوة خاصة تقول ما ما استطعت وقمت على صلاة الفجر تقول هل أقضي قيام الليل أولا محمد احمد الله عز وجل الذي يسلق القيام لصلاة الصبح وصلاة الصبح أفضل من قيام الليل صلاة الصبح فريضة الله يطالبك بها ذمتك مشغولة فيما لو إذا ما صليتيها ولذلك الله يطالبك الله ما يطالبه بقيام الليل الله عز وجل يوم القيامة ما يقول لك يا محمد ليش ما صليت قيام الليل يقول لك ليش ما صليت الصبح ليش فوتت الصبح ليش تكاسلت عن الصبح هذا الذي تسألين عن يوم القيامة ولذلك تقولين ما دام أنك فاتتك قيام الليل أهم شيء الفرض ما فاتك وبعدين ممكن تقضين قيام الليل في النهار إذا كنت معتادة على القيام تقضين قيام الليل في النهار شفعا وليس وترن إذا كنت تصلي ثلاث ركعات تصلي هالضحى أربع ركعات إذا كنت تصلين 11 ركعة مثلا تصلين 12 ركعة في النهار بارك الله فيك